سينة سينة دي ملحمة الملاحم في تاريخنا بصراحة طول الوقت خلينا نتكلم على احنا ازاي استردنا سينة يعني في تضحيات بالتأكيد في تاريخ طويل بالتأكيد بس خلينا الاول ارحب بدكتور جمال شقرة استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجمعة عين شمس منوارنا دكتور اهلا بحضرتك واشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة والوقت متأخر حبتين انت صهرتني بس علشان سينة وعشان حضرتك كمصفف كبير بيسعدنا يكون معاك هبدأ بالسؤال احنا استردناها ازاي دي حدوتة زي ما حتى كنت بتقول حدوتة من حواديث مصر المهمة ملحمة من ملاحم الكفاح الشعب المصري كفاح الجيش المصري كفاح اهل سينة الشهداء اللي رووا بدمائهم ارض سينة القوى النعمة ايضا اللي بازلت جهد عظيم في التفاوض من اجل اعادة سينة وفي التحكيم الدولي علشان كيلو متر مربع وخمسة كيلو تقريبا كمان كانت اسرائيل عايزة تتمحك وتاخدهم بعد انسحابها فدي ملحمة كبيرة جدا وعشان كده سينة غالية جدا علينا يعني وسينة غالية ويمكن من الحقائق التاريخية انه عبر الزمن البوابة الشرقية لمصر اتراوت بدماء فعلا الشهداء كتير لان الغزاء طمعوا في سينة من التاريخ القديم حتى الان صحيح من الحيثيين من منذ اقدم العصور التاريخية بس الحلقة مش هتسعنا مش هتسعنا وطبعا يعني انا حتى كمان يعني بكتب كتاب عن تاريخ العلاقات الدولية واخد خط كده في الكتاب بتكلم عن كل شوية يبقى فيه نظام عالمي اكتشفت حاجتين مهمين قوي اولا انه فيه عبر التاريخ العالمي كله فيه رجال ليسوا ككل الرجال يعني مختلفين مختلفين دول بيتحكموا في حركة التاريخ العالمي وبيصنعوا نظم اما اقطاب امبراطورية او تجد العالم يحكموا قطبين قطب واحد احنا دلوقتي عايشين في ظل قطب واحد اللي مبهد للدنيا ده الامر التاني انه فيه مواقع تاريخية منها بقى سينة ومنها غزة ومنها منطقة شرق البحر المتوسط على مر التاريخ بتشهد هذه الملاحم الرحيبة اللي بتسهم فيه تشكيل خريطة العلاقات الدولية عبر زمن انا من انصار نفس الفكرة ان منطقة شرق المتوسط دي هي المركز الحقيقي للتحولات السياسية في العالم ده صحيح واحنا في التاريخ بقى المعاصر بتاعنا يعني فيه محاولة اكتر من محاولة لاستقطاع سينة من مصر فيه محاولة سنة 1892 وفيه خريطة فعلا موجودة ده بعد الاحتلال البريطاني بعشر سنين تمام فيه خريطة موجودة بتشيل منها سينة لكن طبعا الحركة الوطنية المصرية واختائزين واللي سلطة الاحتلال البريطاني قومه اختطاع سينة انا هطلع فاصل هرجع بعده لازم هيبقى فيه السؤال طبعا الطبيعي جدا والملح مين اللي كان عامل الخريطة دي وكان ناوي على ايه هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية مع دكتور جمال شقرة استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس استنون خلينا نجدد الترحيب مرة تانية دكتور جمال شقرة استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس ايه خريطة 1892 دي بقى؟ كان فيه محاولة انا بس عايزة اقول حاجة بقى اهم ان حدود مصر الحالية لم تتغير عبر الزمن اي اي هي هي احنا ممكن نخرج خارج حدودنا اه في ظروف تاريخية معينة صحيح لكن الحدود الرسمية سواء في الجنوب خط 22 او في الشمال رفح طابة اه هي حدودنا دي من تتغير لكن ممكن نطلع نحاول عشان الامن القومي اه وده من من ايام الفرعنة ما كانش بالغرض توسعي بقدر ما هو او بالاساس مش هقول بقدر بالاساس كان الغرض هو دفع الهجوم ما هو انت بيجي لك فرس وحسيين وبيجي لك يونان وبيجي لك رومان وعلى طول البوابة الشرقية دي فبنطلع وانت كنت بتكلمني عن مجده وعن قادر لكن في التاريخ الحديث خبيل ميلاد النظام العالمي اللي حيحكم العالم من 1914 يعني بعد الحرب العالمية الاولى لغاية الحرب العالمية التاني لغاية 1945 اللي هو بريطانيا وفرنسا كان العالم بيشهد صراعات رهيبة بتطلع دولة ايطاليا بتطلع دولة المانيا ودي دول ما كانش موجودة فبيبقى فيه الدولة القومية الايطالية والدولة القومية الالمانية وعندك بريطانيا وعندك فرنسا وصراعات على اقتصام املك هذا الرجل المريض والقضاء على امبراطوريات قديمة يعني اللي هي امبراطورية النمسا والمجر والامبراطورية العثمانية والكل عايز يارس من التورتة دي الصراعات دي على طول يعني عاكس اثارها على مصر باعتبارها في هذا الوقت كانت ولاية عثمانية ففي محاولة لتعديل الحدود واختطاع شبه جزير السين الا ان سلطة الاحتلال البريطاني خوفا على مصالحها ففي صراعها مع السلطان العثماني خوفا على مصالحها وخوفا على قناة السويس وتجارتها في قناة السويس وقابلها طبعا قيادة الحركة الوطنية المصرية والشعب المصري كله رفض اللي بيحاوله السلطان العثماني وسيناء جزء لا يتجزأ من مصر المحاولة التانية 1906 اللي هي أزمة طابة واسمها كده أزمة طابة اللي هي أزمة طابة الأولى 1906 وأيضا كان في هذه المحاولة كان في محاولة لاستخطاع برضو شبه جزيرة سين لكن بنفس الطريقة الحركة الوطنية المصرية والاستعمار البريطاني وقفوا وهنا بقى تم تحديد الحدود البرية البرية اللي هي الحالية وهي أصلاً هي دي حدودنا لكن تم تأكدها من العلامة واحد للعلامة 91 وهنا ما تعينتش الحدود البحرية بالمناسبة بعدين بقى الموضوع الحدود البحرية دي دخلنا في تجربة مرة مع الكيان الصهيوني بعد زهور الدولة الإسرائيلية فدخلنا في سلسلة من الحروب سلسلة من الحروب فردت علينا صحيح؟ 48 و56 و67 واللي استنزاف وصوله ل73 أخطر هذه الحروب هي المؤامرة الكبرى في 1967 اللي تم بعدها بعد نهاكسة يونيا 67 وأنا دايماً بسميها مؤامرة كبرى الحقيقة لأن الوسائق أثبتت لنا أن كان في مؤامرة كبرى لأن مصر كانت بتصعد ولذلك وبتصعد اقتصادياً كمان فهنا لابد من تقزيم مصر وضربها وإيا مصر كانت بتلعب دور عظيم في هذا الوقت فتم احتلال شبه جزيرة السيناء واحتلال أراضي عربية أخرى وهنا المعجزة بقى الكبرى أنه الشعب العظيم ده بيصمد وراء قيادته العسكرية وبيتم تحريف شبه جزيرة من 67 لـ 70 لغاية ما مات جمال عبد الناصر حرب استنزاف في شهادات إسرائيلية على استنزافنا لهم وعلى امتصرنا في هذه الحرب أنا أسفاً بتكلم بصوت هادي شوية لأنني تعباني ألف سلامة وإحنا بصهرين لا أنا كنت من صفها عندي شغلي فما قدرش أسر يعني فتم استرداد حرب استنزاف ثم بعد ذلك دخلنا في حرب اكتوبر وهنا بعد الحرب كان لازم يبقى فيه وقفة لإسترداد الجزء الباقي من الأرض اللي ضاعت مننا بالسلام وهنا بقى بتدخل قوة دولية وأمريكا وغيرها وبنعمل بقى فضل الاشتباك الأول وفضل الاشتباك الثاني وبنعمل اتفاقية الكامب ديفيد ومعادة السلام وفي معادة السلام لابد من انسحاب إسرائيل فبتدأ تنسح وهي أقرت أنها هتنسح لكن في ممحكات بقى الخمسة كيلو من أول العلامة واحد ومن تنازل لغة العلامة واحد سعين في ممحكات كان أهم هذه المناطق اللي عايزة تستولى عليها ولعبت في العلامات العلامة 84 و85 و86 و87 دول حوالي 5 كيلو والأهم استراتيجيا وسياسيا وسياحيا طابة كيلو متر لكن عقيدة الجيش المصري وعقيدة الشعب المصري عدم التفريط في الأرض أبدا ولو ظرت رمل واحدة ولذلك كان فيه إسرار على استرداد الأمطار دي هي طبعا كانت بتلعب فوق برضو من العلامة واحد من تنازل كده في 30 متر 20 متر حجازة كده ودول مش مهمين أوي ومع ذلك برضو أصرينا أن إحنا نقص حقنا أثناء التفاوض إحنا تعبناهم فقالوا خلاص إحنا هنرجع في كلامنا وفيش تفاوض وحينسحب الوفد الوفد الإسرائيلي اللي بتفاوض هينسحب هنا بقى موقف للرئيس بيعمل كده طول الوقت آه طبعا هقول لك على المفاجأة وانا بتكلم هنا الرئيس مبارك المرحوم الرئيس مبارك كان مفروض حيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي فلما سمع أن الوفد قرر ينسحب ويقفل المفاوضات قال أنه هو مش هيقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور جات أوامر من تل قبيب أنه يستمر الوفد في التفاوض وتوصلنا بأنه التوفيق مش هينفع لابد من التحكيم الدولي أوكي والتحكيم الدولي لا يتم إلا بموافقة الطرفين فوقعوا هما في الفخ أنا برشح طرفه هو برشح طرف والطرفين اللي اتنين دول يرشحوا التالت وقعوا في الفخ وقبلوا التحكيم الدولي حلو هنا بقى القوى النعمة المصرية بتلعب دور غير عادي في استرداد هذه في استرداد هذه الكم كيلو متر اللي كانت عايزة تاخدهم إسرائيل اتشكلت لجنة لمواجهة اللجنة الإسرائيلية طبعا إحنا رشحنا وهم رشحوا وبقى فيه لجنة التحكيم الدولي اتشكلت لجنة من مصر طبعا هذه اللجنة بيخلدها التاريخ يعني أرقى أساتذة القانون الدولي في مصر وكلهم قامات الحقيقة وانا خايف أنس حد حمد سلطان طبعا الدكتور حمد سلطان الدكتور وحيد رقفط العظيم الدكتور مفيد شهاب الدكتور طلعة الغنيمي أسماء في القانون الدولي ومن جماعة القاهرة وجماعة الشمس وجماعة الأسكندرية أسماء عظيبة طبعا وانضم اللجنة بالترشيح من الجماعية الجغرافية والجماعية التاريخية الأستاذ الدكتوري رشحاته الجماعية التاريخية والأستاذ الدكتوري والحجاج والتنين أساتها في جماعة الشمس جغرافية وتاريخ وهنا كانت المعركة ومعركة وثائق وخرائط لإثبات حقنا وإثبات أن إسرائيل تلعبت في العلامة في العلامة 91 وعلامات رأس النقل وبدأت عملية التحكيم وطبعا أنا كنت يعني قريب من دكتوري ينام في هذه الفترة بزل جهد غير عادي في تجميع الوثائق وهنا لازم نقول لولادنا أن دي معركة لا تقل يعني أهمية عن اللي شال المدفع عشان يحرر الأرض هنا شال الألم والفكر والوثائق والخرائط والموسوعات اتجمعت كلها وطبعا مصادرنا ما كانتش كفاية الخرائط اترسمت في الدولة الوثمانية ففي أنقرة أرشيف تركي تم تجميع الوثائق والأرشيف التركي في واشنطن وفي لندن وفي لندن وثائق جمعت الوثائق والخرائط المهمة وهنا لازم نقول أنه المخلصين والمحبين لمصر تطوعوا للشهادة لأن المحكمة كانت بتقبل كمان شهادة طيب بما أنه حضرتك قلت لي أنا كنت قريب من الدكتور يونان لابي برز هو أصر لي وقلت لي أنه في مفاجأة أقولها لك في آخر الحلقة والحلقة بتمتهي فأنا مش هقدر أفوت الجملتين دول مع بعض طيب ماشي هو المفاجأ أنه قال لي أنه بعد ما المحكمة حكمت لصالح مصر قال لي أنه في واحد من اليهود اللي كانوا موجودين قال له احنا كنا عارفين النطابة بتاعتكم بس احنا لازم نعمل كده فكان تعليقه بقى هو بيمزح معايا قال لي لازم نعمل كده عشان هو يهودي هو المشكلة أنه يعني في اعتراف هو منه الناس دول بتوعكاس ويوني هم طول الوقت عارفين أنا أظن ذلك يعني عارفين أنه هم على باطل ويصر إصرار كامل أنه يستحق هذا الباطل وهو عارف وفي الأحاديث الجانبية تجده بيعترف جدا أنه باطل ويقولوا كده عايد قال له مرابع عليكم أنتو عملتوا جهدي جمد وجبتوا الوصائق وجبتوا الشهادات وجبتوا كذا بس احنا كنا عارفين أنها بتاعتكم طبعا دي ملحمة فيها تفاصيل كتيرة جدا طبعا وإنت يعني إن شاء الله نعمل حلقة عن المحطات المفصلية في تاريخ مصر بس أنا أبقى بادري عن كده ياريت عشان شبابنا يعني يعرف إزاي إن إحنا وجهنا تحديات عبر الزمن وإزاي هذا الشعب العظيم وهذا الجيش العظيم واجه هذه التحديات صحيح صحيح لك يا رب كل الشكر دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس اللي هلنا في آخر حتة في الحلقة يوري لك ناس دول بتعمل إيه في فلسطين وعاوزين يوصلونا نحد فين خلونا مكملين قلبنا جامد إحنا مستمرين بدفع عن أرضنا بدفع عن أشققنا إحنا مش هنسيب بلدنا وبالمناسبة تاني كل السقة كل السقة كل السقة كل الدعم لفخامة الرئيس كل الدعم لأن الرجل ده عملنا اللي ما يعمل وفي الأزمة الرهنة دي من يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي عمل اللي ما عملوش حد في العالم وخلى موقف مصر يدفعنا جميعا نحنا نرفع راسنا في السماء نفسي قللكو فاصل بس ما فيش فاصل خلصت الحلقة لحد كده ولو كلنا العمر هنقابلكو إن شاء الله يوم السبت الجاي في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر